موسيقى حياكم الله في الليلة يوم جديد آخر في طهران وفي هذا اليوم يستمر احتشاد الشارع باتجاه ثورة حقيقية تختلف في مضمونها وفي واقعها وفي وازعها عن كل أشكال الحراك التي سبق وانشهدها الشارع الإيراني قرابة أربعة عقود منحها العالم لذلك النظام الذي منذ أن وصل العام 79 إلى المنطقة وهي تعيش واحدة من أكثر الهزات الارتدادية نحو الطائفية والتخلف والتشدد والبروز الفعلي للإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي المختلف في هذه الثورة اليوم أنها تخلو من القيادات وتمثل تعبيرا حقيقيا عن الهجس الشعبي وعن أولئك الذين باتوا يرون في النظام مجرد نوع من العبء عليهم وعلى حياتهم وعلى مستقبلهم نظام لا ينتمي لهم ولا لواقعهم حروب لا طائل من ورائها وتركيز على مختلف الشعارات الدينية الغيبية التي لا يمكن قياسها على الواقع كيف لشاب إيراني أن يتسق مع نظام يحكمه بانتظار السرداب وخروج المهدي وغيرها من الخرافات التي لا يمكن قياس الواقع عليها حتى وإن أعاد إليهم باراك أوباما 150 مليار دولار فقد استنزفوها في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي بناء الميليشيات والإعلاء من شأن الطائفية وكل هذه التدخلات في المنطقة اليوم الثورة ليست فقط ثورة بطالة ولا ثورة اقتصادية حتى وإن كانت هذه هي العناوين الواقع يقول أنها الثورة التي تمثل إعلانا أخيرا لفساد ذلك النموذج والانتهاء صلاحيته كونه نموذجا غير متسق بالواقع ولا علاقة له بنموذج الدولة الوطنية الحديثة النظام الذي يرى نفسه أنه مرجعية الشيعة في العالم لا يرى قيمة للدولة الوطنية الدولة الوطنية التي يمكن القولا أنها الرهان الحضاري الأخير الذي وصل إليه العالم أحمد الفراج هنا في الاستيديو وهاني وفا شركاء النقاش في حلقة الليلة تقرير عدو زميلي أحمد العبد الكريم سنتابعه ونعود للحديث عن أبرز المستجدات اليوم التحولات القادمة في المنطقة كلها نتيجة التخلص من هذا العب الثقيل عليها وعلى مشاريعها وأمنها وتنميتها ونقاش حول مختلف ردود الفعل العالمية التي صاحبت هذه التحركات والتي من أبرزها ردود فعل البيت الأبيض في واشنطن التقرير أحمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر